طيب يا جماعة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تحية طيبة مع أحلى وأكبر السلام بالمحبة بنتجلة وبنعطي من طيبة الأوزان نصلي على النبي كلنا يا جماعة عليه أفضل الصلاة والتسليم على عجالة كده من الأمر يمكن احتمال لايف بعدين كون طويل وكده لكن في بعض النقاط عايزة تتكلم عنها بصورة عائلة مجموعة أو يعني زي ثلاثة نقاط كده حتكلم عنها النقطة الأولى قصف للمناطق المدنية وللأسواق بصورة يعني أنا ما عارف يعني هذا الطيار كان بيقى أعور ورنا نرسل له نظارة يعني لا يمكن أن يكون عندك مشكلة مع الدعم السريع ودائر تضربوا تمشي تضربوا المواطنين في العسكرية وفي الجيش كويس في المعارك وسلوب المعارك إنه انت بتضرب المدنيين إنه انت بتضرب المدنيين عشان تعكس حاجة معينة فهذا اللي قاعد يحصل الآن شكلهم بنفزوا في إنه يعني اقتلوا أكبر عدد من المدنيين فالأربع أيام اللي فاتت ما يستهدفوا غوات الدعم السريع نهائي قاعدين يستهدفوا في المواطنين الدق بتاع الطيران قاعد يستهدف المواطنين والله يا جماعة والله 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 يعني الحاجات اللي بتحصل للمواطن من موت والله يا جماعة ما بتأثر ولا واحد في المية من سير المعركة لأنه انت عندك ستة شهور داخل على ستة شهور الآن لو كان الدعم السريع ده مليار كان انت بطيارتك عزلتهم واحد نين ثلاثة أربعة خمسة لكن انت مشكلتك مع المواطن مع المواطن مشكلتك الأساسية مع المواطن يا كوز يا داخل الجيش يا كوز يا محتمي بالجيش نسأل الله الكريم رب العرش العظيم انه الناس تضربوهم هجسي في السوق على تجاه الحاج يوسف نسأل الله انه يتقبلهم قبول الحسن ادعو ليم يا جماعة ادعو ليم ديالشيو خنصابين وما عندهم أهمية ندعو ليهم نحن كلنا طيب زي الوقت ده في العادة ما كون في ناس كتار قاعدين نحضرهم فشيروا عشان نقدر نوصل الرسائل لي بصورة عالية الرسالة الثانية الامداد بتاع الوقود في الولايات انتهى الامداد بتاع الوقود في الولايات انتهى داء لو دل او يعني دلالات زي مبقوله كده انعكاس برضو على المواطن اللي هو موجود في الولايات الامنة يعني الناس هتدخل في اشكالية جديدة بعد شوية ما هتلقى ما انت عندك واحد من الاثنين يا اما تستوردوا من برة وده هيكون غالي عليك وحيرف عليك الدولار فوق يا اما هو الدولار سابت لكن حينزلك جنيه اكتحت يا اما تمشي تقعد في التفاوض ده وتتحلى المشكلة يبقى الناس الولايات عندهم مشكالية هتكون زي ما قلت تخطوط عريضة بعدين ان شاء الله نجي ولايفنا اصلا بالليلة يعني بحاجة كده بس سريعة كده طيب الناس في ناس عدد من الناس راسلوني يعني كيف طبيعة دخول الكيزان او تواجد الكيزان اللي هم الناس داعش اللي موجودين الان داخل القوات المسلحة تحظ على عجالة كده هقول لدي انهم عندهم اربع كتائب الكتيب الخضراء الكتيب الاستيراتيجية وكتيب تالبراء ابن مالك وعندهم كتيب برضو اسمها قولوا معي تحت هنا هم اربع ككتائب الكتيب بتاع تالبراء ابن مالك المهم اربع كتائب داخل القوات المسلحة من زمان يعني هي موجودة داخل Damas المسلحة. وهي اللي صنعت الحرب. وهي اللي خلقت لك خلتك انت تطلع من بيتك. وهما اللي ضربوا المدينة الرياضية. طيب. في ثاني الناس اللي هم ضباط. والكلام ده انا قاعد اقوله كتير. لكن هاعيده. انت بتحلف غسم عشان تخش الكلية الحربية. يعني بتحلف غسم قبل ما قبل ما تخش الكلية وتشيل في راسك الشنطة اللي انت جيت بها. بتخش اول حاجة عندهم. كان المغار بتاعهم في العمارات. يعني على اتجاه شارعة ستين مرعة ما ارد. عندهم المهم منطقة كده. فكانوا قعدوا شيوخ الحركة الاسلامية ده. فبيسألوك اسئلة انه انت انتمائك للحركة ولا كده. ويكون مزكيينك ناس من داخل الحركة. ده عشان تبقى ضابط في الجيش. من تسعة وتمانين لحد يالفين وخمسة. لانه في ناس سألتني هنا طلبوا توضيح له النقطة دي. لذلك انا قاعد اوضيح. فانت تمشي للشيوخ ديل. شيوخهم هم. زمان كانوا ناس علي عثمان محمد طه وناس الترابي وناس ديل وهلهم مجرى. تحرف ان انت ولائك يبقى للمؤسسة دي. ولائك يبقى للحركة الاسلامية ما للمؤسسة. ووقت ما يحتاجوا لك ينادوك. ويقول لك القسم. انت بتقوله في الكلية الحربية مش بترفع كده يدك بيضة كده وبتقسم القسم الجماعي. بيقول لك النية بتاعت القسم بتاعتك تكون هي لذاك القسم اللي انت حلفته. يعرفت عليه كيف كانوا باستقطع الضباط بتاعين الجيش. فالحطة دي هي كانت من ملازم. عشان لازم تقعليك. يعني انت تجي تخش ملازم. بتدرج. بتمشي ملازم اول. الدفعة كلها. يعني الدفعة كلها ما بتخش إلا يكون زي ما قلت عندك. الصاح الأخضر ده ما دينك لقوا ناصل حركة الاسلامية. يلا بتلقى الدفعة مثلا فيها ستمية. بدوها بالدفعة أربعين. واحد واربعين اثنان واربعين. تنعة واربعين. اربعة واربعين. خمسة واربعين. ستة واربعين. كده. المهم يعني لحد الفين وخمسة. كيف. شوف عدد الدفعة دي. يلا ديل الآن. لأن الناس بقول لي لا يمركز على الكيزان. يلا ديل الآن هم قادة في الجيش السوداني. يعني حالف جبال غسم. هو قائد الآن بحرك العساكر اللي هما كيزان. عرفت لما الزول يقول لي الجيش الفلول. هو بكون قاصد شنو. يعني الليلة انت لما انت لك زول سغير يقول لك ده جيش فلول. ده فاهم أكتر منك انت. لأنه فاهم أكتر من الزول اللي لسه ما واق عليه انه ده جيش فلول. يلا ديل بقوا في مفاصل الجيش. ما الأصابع دي لو كانت كده. خلاص ما تتتحرك مش. قاموا عمله مفصل. ربنا سبحانه وتعالى خلاه يبدو مفصل. المفصل ده بحرك ليك الأصابع. كلها كده بتتحرك. عرفتها. انت هنا بتشوف حركة الأصابع ده بتفتكر انه ده الجيش الطبيعي. يلا ده ما زي جيش نميري. كويس. ما زي جيوش القبلية. قبلية كانت في تجارب بتاع انه فيها حزاب. زي مثلا الحزب الشيوعي كان عنده قادة في الجيش عنده شنو عنده شنو. لكن الإسلاميين الدفع كل هذا مشاعله. فهس ديل بياخدوا تعليماتهم من ناس على الكرتي. عرفت علي. النقطة دي ركثة فيها. التعليمات بتاعتهم بتجي من ناس على الكرتي. وهو داخل المؤسسة العسكرية. فبالتالي بنفذ الحاجات للحركة الإسلامية. فالنقطة دي يجب انه نحنا نكون مبصرين لها. طيب ممكن تجد تقول لي. يا خي طيب ما الدعم السريع ده. ها. هو الآن موجود وهو بيتواجد نحنا طلعنا ومشينا من الحلة وهاجرنا وهس نحنا نازحين ومهجرين ومخربين وكده. بقول لك أنا ليه ما مركز مع الدعم السريع. أنا عارف المشكلة. يعني أنا شخصيا محدد المشكلة شنو. أنا بقول لك مثلا تعال عاين هنداك الجمل. بوصف لك فوق. بقول لك هنداك الجمل. انت مدعاين لا يدي. مثلا. انت لاكب عربية. او انت قاطع الشارع. قاطع عربية دقتك. العربية ده لما انت دبك. بعدين الإجراء القانوني اللي انت بتعمله. كويس. بتحاسب سيدة العربية. لكن ما بتحاسب العربية. لانه هي عربية. ابقى انا شايف انه المشكلة دي. هما الاسسوها الكيزان. لانه انت لو متابع من زمان. قبل الحرب دي. كنت بتكلم بشكل مكثف جدا جدا. عن انه الكيزان دارين يعمل حرب. ارجع للصفحة دي. قبل تبدأ الحرب. يعني انا كنت عارف انهم هم معدين للحرب دي. وكنت عارف انهم هم جاهزين للحرب دي. وكنت يعني فيه معلومات كثيرة جدا. كلام ده انا ما زيك صحيت من النوم. لقيت انه انا طلعت من بيدي مثلا. انا ما زيك من النوم. يعني شوف الوجع بتاعيه بتاعك واحد. انا البيت بيتي يتفتح. البيت تسرق من جوة. الحاجات الشنوشنو كلها يتشالة. يعني انا وانت واحد. لكن انا محدد العدل اساسي. لذلك لما اركز على الكيزان وعن كتائبهم. ده الاساسي الخلاني انا ذاتي اتضرر. يعني انا انا لديك هم الكيزان. ل��고 القلت لك اتفاق اسمه اتفاق اطاري. الاتفاق الاطاري ده عملوه ناسا الحرية و التغير. الاتفاق الاطاري ده لو كان ماشى طيب قلت في اتفاق إطاري الاتفاق الإطاري دا لو كان مشى بيقص الكيزان بيشيله من المشهد الاتفاق الإطاري لو كان مضوه كان حيشيله الكيزان بره يلا الاتفاق الإطاري دا لما يعني حصل فيه انه الكيزان ماراضين وغشوا برهان وبرهان بعد ذلك وقعوا تاني غشوا وجوا بالليل ومشوا نفزوا العملية دي وضربوا المدينة الرياضية من غير ما بما ارجع للبرهان ابتدت الحرب كانوا يجب ان يكونوا موجودين داخل الاطارة او لا يأتي زولي ويقول لي يا موسعق هم الكيزان الذين مواطعين على الاطارة لذلك عندنا نجد هاين بنا نجد ناس شعبي في واحد فيه يلا هم المؤثرين ويسميهم قل معي متوازنين او معتدلين المشكلة في اسمه علي كرتي والاسم منه كده عبدالله ذاك والاسم منه ديل هم اللي مؤسرين الكزانة السايساية الصغار صغار ديل ديل ما مؤسرين المشكلة في انه علي كرتي هو رئيس تنظيم الحركة الإسلامية في السودان يعني رئيس الأخوان المسلمين في السودان هو علي كرتي هو الآن قاعد أقول لكم انه الزول ده زول كبير جدا في السن لكن شقال بمكانة بتاع الطفل طيب لو كان علي كرتي عارف انه الحركة دي هتمشي بالمستوى ده وانه ما حينتصر وانه الخرطوم ما حيسيطر عليها كان بيقول اوكي وامشوا اضربوا وحاربوا لا يبقى معناها كان مراهق سياسي صاح ولا لا طيب معناها لما أنا كنت بنصح قبل الحرك بانه دي مراهقة سياسية كان عضلي أكبر من عضل علي كرتي اللي الآن عمره 76 سنة وبيأمره بدمر في بيوت الناس فدي الحركة الإسلامية عامة كده انت غاشنك واهمنك بين الجيش والجيش بتاع وطن وكده دي ما حرب وطنية دي حرب سياسية عشان هم يقعدوا الحرب دي لو كان جات ضد القوات المسلحة كقوات مسلحة ما عندي أنا أي مشكلة الزول بيقيف مع قوات وطنه ما في أي مشكلة لكن الحرب دي هي جات عشان الكيذان يتمكنوا ويقعدوا ما يجي زول قلت لك سطحي يعني ما يجيني زول سطحي ساكت لا لا والله أنا والله انا والله جيش ده مشهو فيه كيذان لكن برضو أنا في النهاية أنا مع المؤسسة ياخد ليل ضربت لك مثلا أرجع لبداية الله ز Paris المفاصل العسكري المسكينdeتي الذين ت�로 заметوا ده عسكري مسيكين ده عسكري مسيكينه so are you growth technology كي تعليمات لكي تعرف التصاصرام لبداية الله يقول لهم أنا مثلا يا عساكر بتاعني أساء عليك الله أنتم فيكم issoal haos هما ساكين يقول له الله 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 هوه اكبر Donna هو اكبر نحن ماكيزان نحن ماكيزان نحن ماكيزان بغشوا الناس كده يعني العسكري ده نحن عارفينه أنه هو ما تسبب في الأزمة الانت فيها فالكيزان هم اللي طردوك من بيتك انت لأنه ما قدروا هم كان أقلاها يقروا المشهد بشكل أكبر اعرفوا الحجم بتاع قوات الدعم السريع اعرفوا كيف يتعاملوا إذا كان مثلا بدت الحريب دي طيب دقينا الدقة الأولى اللي هي بالطيران بكده بكده لماذا هم يفترضوا إنه الدعم السريع حيمروا ويمشي الخلة ما كان يتوقعوا إنه يجي المدن مش لو كان الغايد بتاعهم عشان تعرف التخطيط ملكي لو كان قائد عسكري وكانت عسكرية ما للكيزان عسكرية جد جد زمن عسكرية تبويه أبوك وكده هنا كان أول حاجة قبل ما يفتعل المشكلة دي بينشر القوات المسلحة بأمنبها المدن كان بينشر القوات المسلحة بأمنبها المدينة بتاعة الخرطوم دي كلها بتكون مؤمنة بالقوات المسلحة بعد ذلك بدرب ضربة الدعم لو جاء على المدن بينضرب من القوات المسلحة لموجودة في المدن لو جاء ملج على الخنة الطيران بإصطاده واحد اثنين ثلاثة أربعة قاموا خططوا لك التخطيط السيئ ده انت خططوا لك التخطيط السيئ جدا جدا وقاموا في النهاية قالوا لك الحرب دي متجيف بل بس الحرب دي متجيف هو المضغوط الجيش الآن يعني الجيش الآن هو ما قاعد يمشي يعني الجيش ما بيطلع من وحدته بيمشي بهاجم النقطة دي يجب إنه تقع عندك الجيش ما قاعد يطلع من وحدته ويمشي هاجم هو بكون قاعد في محله ناس الدعم بيجوا من هناك بيقوموا بهاجم الجيش داخل وحدته هو يعني إيقاف الحرب إيقاف الحرب لما نحن نقوله ما لأنه انت متمكن مثلا لكن نحن بنقصد إنه حتى بذات الحالة البلد موقفة يبقى المضرر المواطن الجيش ما قاعد يمشي هاجم نحن لما نقول إيقف الحرب ما لقوة الجيش بل بالعكس لضعف الجيش أنا شاعر إنه المؤسسة العسكرية بتاعتنا بتاعت القوات بتاعت السودان المؤسسة العسكرية دي كل يوم تبعدوا في حالة إنه يمشوا يهاجموها ويدمروها وكده يضعاف للقوات المسلحة إيقاف معناها الناس اللي يقولوا بل بل بس بوعي أو بدون وعي منهم هم دائرين يعملوا على تدمير المؤسسة العسكرية يعني ما ممكن مدرعات أنت تكون فرحان عشان الجيش قال نحن صدينا هجوم للمدرعات طيب وين هجوم المدرعات القوة من المدرعات اللي بيتمشي تفكى الضباط الثلاثة وتمانين القاعدين في القيادة العامة يعني دي أسئلة يجب إنه إنت تستحب معاك إنت لما تقول بل بس دي من أول يوم تعيد النقاب دي أنا ليقعد أعيد النقاب الناس بيشتغلوا شغل عام كده وبتكلموا عن الحرب كده أنا جناص بمثابة جناص بحدد العدو بشكل جيد مش هم الكيزان مش يفتعلوا الحرب بحدد العدو بشكل جيد وبضرب في أماكن بشوف إنها من المفترض إنها تكون قاتلة ده الفريق بيقل عشان كده لما أعيد ليك أنا قاعد أنشن قاعد أنشن فيتحملني يعني بإعاداتي دي النقطة ذاته فاتت علي من خلال الشرح كويس فده شرح مبسط لشكل الحاجة أي وزي ما قلت لك يعني مثلا أفتح معي أبانك بعقلك بسمعي كتغمية كده واسمعني بس بعقلك الكيزان دي كويس أول يوم في الحرب أول يوم في الحرب ثاني يوم في الحرب أول عشر أيام في الحرب يا أخي أول شهر في الحرب أول شهر في الحرب كان الناس مالك للحلول بتاعت أنه يكون في تفاوض الدعم السريع قال داير تفاوض برهان من البداية يقول هذه الحرب حرب عبثية وبالتالي سألته المزيعة قالت له طيب رايك شنو في عبد الرحيم ورايك شنو في حميتي قال المفروض نحن دي حرب عبثية والمفروض أن الناس ستقعد تتفاوض يعني سواء حميتي ولا برهان هم دايرين التفاوض طيب لحد اللحظة ديك أول شهر هل كان بيتكم يتسرق؟ سؤال هل كان ذهبك أنت يتسرق؟ هل كان اللحظة ديك أنت نزحتي أنت نزحت؟ نسبة كانت قليلة صح؟ طيب أنت في اللحظة ديك بدل ما كان تمشي في الخطة العقلاني بتعني نوضف الحرب هناك وتنجو عربيتك وينجو آهلك وينجو ناسك وتنجو البلد وترجع وتقري أولادك وتدخل مستشفياتك وتعمر بلدك وتسوي كده وتسوي كده دا كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان انت انسقت للإتجاه بتعنيه بل بس أنا كنت بحذرك بقول لك يا ابن الحلال أنا والجيش انت ما عندك مشاه قاعد أقول لك هذه حدود إمكانيات القوات المسلحة السودانية هذه حدود إمكانيات القوات المسلحة السودانية انت بغشوق ببل بس بل بس بل بس جقم بس جقمنا جقمنا أنا بتكلم معاك بلوقت العقل أنا من الوقت دات دايرة تمشي بيتكم انت ما بتستمع للكلام دات في الوقت دات لا لا بس بس الزول دا لا لا الزول دا شفت دا زول خاين زول عميل ما نفس الكلام دا قاعد يتقال من بدري وهس بيكتبوه في التعليقات يعني غير من موقفي شنو مثلا بل بل عكس أنا شايفينه كده لما نردموك الكيزان دا معناه انت ماشر الاتجاه الصحيح لذلك الحرد دي إذا ما توقفت تتوقف ليشنو؟ لما انت تتوقف ليه الكيزان ما دايرينا تتوقف؟ لأنه بتضر الكيزان لأنه جدة ببساطة الاتفاق بتاع جدة كويس نص على انه يعني هو في حاجات السعودية ذاتها ما كانت دايرات تطلع لكن نص على انه ما دايرين تواجد للأخوان المسلمين في السودان باختصار يشيلوا الكتيبة الخضراء يشيلوا الكتيبة الاستراتيجية يشيلوا الكتيبة بتاعة البراء ابن مالك وديل كلهم يودون برا يشيلوا الإسلاميين الفي مفاصل الدولة اللي عاملين كده يخلوه جيش واحد يدمجوا فيه الدعم السريع تشتقل الحكومة المدنية وتدخل الحكومة تجي حكومة بتاعة فترة انتخالية وبعدها الناس يدخلوا للمرحلة بتاعة الانتخابات بعد ذلك ان شاء الله تجيبوا الدايرين تجيبوه ثاني ما في مشكلة يلا ديلك يا زان هم ما دايرين المعركة تبه النسبة ليم حياة أو موت حياة أو موت وهو تقول لك بل بل بس قلت لك وهو ما عارف انه مدافع فقط يعني الدعم السريع السريع متحاوم في اللحياء متحاوم في الشارع الحديث عنه والله بس هو يعني اتخيلوا مثلا بيقول لك قاعد جوا البيوت اتقالوا بس قاعد جوا البيوت كده بس مدسي بس مدسي كده هو البيت دا بيجي بنوم فيه يوم وكله برا قاعد لك في الشارع في النجعة واضرب لأهلك الف السودان أسألهم من النقطة دي يعني بين مروق في أي حتة موجود الشارع دا مليان عربات القهاوي مليان ناس الكده ابقى بل بس دي كانت مع الفعل الأرضي توازي الفعل الأرضي ما قولا أنا أسمعه في الفيسبوك وأطلع أفتح باب البيت تلقى الموضوع مختلف في الشارع الحقيقة إنه مسيطرين ومنتشرين في كل مكان وسؤال يجي يقول لي والله يا أخي دا انتشار ما سيطرة الانتشار دا كيف والسيطرة دي كيف يعني هاي أسي بتستطيع قوة من كرره يعني بتستطيع قوة الآن من كرره تابع للجيش هندي عربات خدراء تتحرك تجي من كرره لحد ما تجي داخل صالحة من غير ما العربات دي تتحرك في الشارع السيطرة والانتشار شنو يعني والسيطرة شنو هنا ما إنتم تقدر تتحرك معناها إنتم تقدر تنشي معناها الحتة دي مسيطر على زول غيرك فكل ما زول كل ما زول بشوف إنه من أخواننا اللي هم في الحرية والتغيير في شنو إيجي إيجي يقول لك يا أخي الحرد دي بتعت فلول الحرد قواموا الفلول ما قوامت جيش السوداني إنتهي هنا بي تيجي فيه مردم تقول له عشان ترجعوا للحكم والله المسألة قسما بمن رفع السماء بلا عمد المسألة هي حقيقة النقطة هي حقيقة لا عشان ارجعوا هم لو عندهم شي في نفسهم دبروا لكن كلام القاعدين يقولوا فيه ده حقيقة كلام القاعدين يقولوا فيه ده حقيقة تماما كونه إنه يعني مثلا بيسمونش وزعلوا زعلوا يعني كلام اسمه طه عثمان مش طه عثمان طي طه عثمان ده أنا كلامه شايفه عادي يعني أنا شايف إنه كلام طه ده عادي أسأل نفسك الهاجم طه عثمان ديل منه أرجع للصفحات شوف كلها الهاجم الطه عثمان ديل منه بتلقى أنه أنت الآن انعزلت من قوى الثورة إذا أنت كنت زول ثورجي أنا خاطب الثورجية في المقطع إذا أنت كنت زول ثورجي بتلقى نفسك أنه أنت مشيت لإتجاه أكثر كيزان يعني تعال شوف الكاتب الناس اللي بتكتب تعال شوف المنشورات تعال شوف شنو غير نفسك أنه أنت ختيت نفسك مكان غنات طيبة يعني أنت الكلام الحسي أنت ما لبيه رأسك هو في غنات طيبة طيب لشنو غنات طيبة دي بتدافع بقوة كده والإسلاميين بدافع بقوة يعني عشان خاطر مثلا أنه بيحبوا السودان يعني ما أسأل نفسك يعني هم الآن متهدين لإتهاد ده كله لجنو عشان بيحبوا السودان لا لأنه شايفين قدامهم الفكرة بتاعتهم بتنتهي عشان كده بيتهموا لك يا سير عرمان بأنه واحد من أكتر الناس البكره الإسلاميين وده السبب ورا الموضوع ده وده السبب ورا شنو وده السبب ورا شنو وكده لكن الحقيقة يا جماعة الكلام القاعدين يقولون فيه ناسقحتي هو كلام حقيقي وقتر زول قبل اليوم داوسنا مع ناسقحتي لما نعينادي طلعت مش كده يا شباب لكن بالمقابل الآن اللي قاعد يحصل الآن اللي قاعد يحصل هو إنه الإسلاميين أي اتفاق ما من مصلحتهم وإنت يا مواطن المفروض تنادي الآن بإنه يتم اتفاق لأنه كل يوم انت خسران كل يوم انت بتخسر البيت ما تسرق تسرق بعد شوية انت ممكن بيتك ده هسي مشهو جاعد كهيكل الناس بيقول لك بيقول لك بيتك بمسروق لكن جاعد كهيكل بعد شوية ممكن بيتك الهيكل ده ذاته يتفاق فاك لطوب يعني الغزيفة الما أصابته ممكن تصيبه الآن ففي فرصة لحد اللحظة دي في فرصة لحد اللحظة دي إنه الناس دي كلها تمشي للاتفاق ده كلام ما بيقبلوه المراهقين لكن أنا بافتكر إنه الخطاب ده أنا قاعد أوصله للناس اللي هم عاجلين الزول اللي بيكون مسؤول الولد اللي بيكون قاعد في الخرطوم ومشى مع أهله هناك اللي بيقول بل بس ومشى مع أهله هناك قاعد في دولة ومسك التلفون بتاعه وبل بس وما عارف وكده وكده هو قاعد يئزي نفسه أمسكوا منه التلفون ده ده ود مراهق حتى لو كان زول كبير ده عاجلية بتاعة الزول مراهق بل بس تقاس بالقوة أنت كنت معتمد على أن القوات المسلحة تحمليك بيتك وتحمليك عرضك وتحمليك شرفك وتحمليك كده اكتشفت أنه دي قدرة وإمكانيات وحدود القوات المسلحة رغم التحذيرا من زمان لكن قلت لك زمان كلام ما دي تسنع يا دوب الناس بدأت شوية شوية ترجع شوية البني بدأت فيك شوية 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 الناس كلها الآن بدأت ترجع حتى في الخاص والله كلامكم كان صح والله كلامك كان صح والله كلامك كان صح ابقى ما في يعني ما تخالف الطبيعة الطبيعة بتاعة البني آدم ما بتتماشى مع الحروب ومع القتل ومع الدماء ومع كده ومع كده سيقلنك ليها مجموعة سيقلنك ليها مجموعة بتاعة كيزان ما تنساق ورى المجموعة بتاعة الكيزان عزيز الفاضل ما تنساق ورى المجموعة بتاعة الكيزان يقول لك حمي تده يريحكم طيب حمي تده انت مش في فهمك انه دغزه وجاي يحكم وقفوا بالمفاوضات اعمل مفاوضات ادعم خيار المفاوضات بتوقف وشو عنده حملة انت شايف انه الزولة جاي من هناك بحملة عشان اغزوكوا عشان وعشان وقفوا بالمفاوضات قولوا مفاوضات بس لكن بل بس ويتمع عنده الجيش في الشارع يتقعد تمكن ليه يتقعد تمكن ليه ما بعد شوية أسيانة لو في محل حمد كذا ويومي على الله مسيطر على الخرطون دي كله ومدرمان دي كله وكذا يومنا لو قاعد كذا اول مجتمع الدولي زاد شاف الموضوع ده بعد ده والله يا اخي مصعب ده كويس خليمسك البلد وهنا قاعد في المحلي بشرف في القهوة بقوا ليه تلفون مصعب يا خلاص البلد دي مسيكه انت مسيكه انت اها ما بكون بعد كده فقدت الفرصة بتاعت انه كان يكون في حوار انت انت البتالياني ده ما بتكون فقدت الفرصة بتاعت انه يكون في حوار والناس تقعد والناس تقعد الناس اللي تحفظ الله يفدها السيادون انت مضروب داخل الوحدة الاسلامي اللي موجود في الشجرة اللي موجود في وادي سيدنا انت بهاجموك بهاجموك بس يعني ما انت قاعد تحتله كل يوم راجع السعودين بيقول لك من جرف الى دهديرة انت كل يوم من جرف الى دهديرة ويا قلب لا تحزن انت كل يوم راجع لورا كل يوم راجع لورا أحسن السلام والسلام سمح وقلت لك كتيبة البراء دائرة تنقل للحرب لبعض الولايات ودائرة تنقل مش كتيبة أنا لما أقول كتيبة البراء هم البراء ديل شوية لكن هي مجموعة كتائب يعني الأعداد الأكبر في الكتيبة يسمى قلت لك الكتيبة الاستراتيجية الكتيبة الخضراء واللي هي البراء ابن مالك وكده وديل قاعدين يسوقوهم ناس على الكرتي ومين كده عبد الله ديل من بره يعني ديلك بيوفروا المواد وبوفروا ليهم القروش وبوفروا ليهم شنو حيث يقول ليك فجأة تكتشف أن المنطقة الفلانية فيها تفجير مثلا وفي الدول العربية يعني في خليق تشفاء في السعودية يعني ده تخطيط الإسلاميين يعني إسلاميين السودان ناقلين الحرب لأنها تكون التخطيط بتاع الإسلاميين السودانيين أن حتى الدول الجارة الشمالية ما تسلم شوف الجارة الشمالية ما تسلم ما تسلم فعلى المخابرات اللي حولنا تتعامل مع الإسلاميين بحزم بحزم الإسلاميين الإسلاميين وانا هنا لما أقول الإسلاميين زي ما قلت أنا بقصد الجماعة بتاعين على كرتي والجماعة بتاعين سموم شنو ذات منو كده عبدالله ذات والأخوان المسلمين الجد جد هم أخذين عقيدة وموت يعني أنا جيت وتكلمت عن كتيبة البراء بن مالك ايه تمشي أحضر الله في الفات كويس الكلام أرجع للردود وكلام الناس زبه ويجيب لك الفيديوهات بتاعتهم في الميديا الجزول طبيعتهم دي طبيعة تكوينهم كده ضبه وكده ده نفس الشي اللي بتعاملوا به في العراق نفس الشي اللي بتعاملوا به في وين في وين العقيدة بتاعتهم عقيدة متوحشة يعني في الكاتل ده أنا ممكن أقتلك بطلقة لكن لا بالضرورة إنه أطبحك في الفيديوهات هسي عندهم فيديو حايم هسي ليهو ساعتين شفتوا والله فيديو يا دوب ليهو ساعتين بس بيتكلموا يدنين واحد قال قابضنا موترين وقابضنا قناس وبيعمل بكده ضبح بس والجنب بقول لك ضبح بس شفتوا يا المخاضرات الحولنا إنه الإسلاميين داخل الجيش هم كيف ممكن إنقلوا المعركة لدولكم إنتم الحولنا عن اعتبار إنه مصر قال أسي شالينا مع مصر زعلاني من السيسي ده جدا جدا ما بقولوا الكلام ده علني شوية شوية لكن في جروباتهم بتاعت الواكس في شنو في شنو والله لنردعنا مصر والله لنردعنا مصر والله لنقتلنا المصريين والله لشنو ده كلام الحركة الإسلامية في السودان عشان مصر الآن قالت لهم يا جماعة إنتم إحنا رجيناكم وما عملتوا حاجة هاي قعدوا يرجوكم لمتين فدي الحركة الإسلامية الآن ما حيرحموا السعودية ما حيرحموا مصر ما حيرحموا جنوب السودان ما أي زول دعم الفكرة بتاعت السلام ما حيرحموا ما حيرحموا عشان كده أنا بقول إنه بإذن الله سبحانه وتعالى السودان حيتخلص من الإسلاميين وحينتهي من الحركة الإسلامية وحيعود جيشنا أقوى وحيعود جيشنا موحد دعم سريع على قوات مسلحة يدينهم حتكون مع بعض الذين يبعدونهم الكيزان أنا ها سيما عندي التشنج اللي هو عندك إنه والله التشنج اللي هو عندك إنه والله الدعم السريع ده كويس هو كده أنا شايف الدعم السريع وديش كلهم واحد وشايفهم كلهم أخوان أنا شايف إنه دفيتنا أنا شايف إنه دفيتنا لذلك أنت بتنظر لها من منظور بتعنه والله يعني المسألة دي لا 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 المسألة دي حياه موت ضوطن ده كده ده كده ده كده ده بالنسبة ليك أما بالنسبة لي فاهم المشهد قلت لك القناص مرعيب الحراس بس بدقق في إنه أسبب المشكلة منه بسبب الأداة دي ما عندي معه شغاله ألحرك الأداة منه فهم الكيزان هم العدل المباشر بالنسبة للشعب السوداني لكن حتى تعلمهم تين وحتى ياتوا لحظة وبرضه الكلام معاكم حلو يا جوعة جرة والله كان دايرة دقيقتين ثلاثة كده وبرضه يتكلم عليك عنه مثلا يعني القبائل ديل ما سودانيين وديل ما كده في شعبة في هذا الأمن اسمها شعبة أن القبائل دي اشتغلت من خمسة سنوات سبعة سنوات أول ما بدت الخلافات تحصل بين الجيش وبين الدعم استريع ما هم كونوا الكيزان وكده فالشعبة دي اشتغلت فيه أنه تضرب ليك النسيج الاجتماعي واشتغلت ليك على أنه أي زول تقول ليه أنت ما سوداني يعني مثلا هسي كيكل دا أول ما انضم لقوات الدعم السريع طوالي قالوا كيكل إيريتري ما سوداني يعني هم بيفتكروا أنه حربهم بالهوية بتوحد الشعب السوداني برض عدوم هو شفت اللعب كيف يعني هم عندهم عدو عشان العدو دا انت تقدر تجمع ليه يعني تجمع ليه أكبر عدد من الحلفاء اللي ممكن يستطفوا معاك عشان تواجه العدو دا بيقوموا بضربوا ليك فيه هوية الزول دا بينما نحن في الشعب السوداني أنا قلت هي أنه بيناتنا فيه تنوع جميل جدا جدا فيه تنوع رهيض في السودان من الشمال من الشريق من الغريب من كده كلنا نحن حاجة واحدة فجاءت شعبة أمن القبائل دي شعبة متخصصة شعبة أمن القبائل هي اللي اشتغلت الشغل الصعب دا أنا أشكر ليكم جدا يا جماعة إن شاء الله نتلاك في اللايب بعدين دي بس حاجات كده خفيفة كده الله ولي النعم والتوفيق والسداد في أمان الله